سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يذيبنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم والفتاحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يذيبنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم والفتاحية أهديها لكم لا 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 جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يبلغاكم مقلبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لفيت دعوانا واحنا يبلغاكم مقلبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم لا 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 ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهنا بالكم في ذل للمعانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورت يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ذلي لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم أحبائي وش رايكم؟ أهديها لكم أحبها بزفنة تحبون الألوان؟ بالأصفر؟ الأصفر لون؟ الشمس برافو والأخذر؟ ماذا؟ تفاح؟ نبات الطبيعة والنبات والتفاح والأحمر؟ الكرز شوفوا نغنوا كين أغنية عم يزيد يحبها أي صفحة ألوانية؟ ولكن قبل ما نروحوا الأغنية هذه على ما نظن نروحوا الأغنية أجمل عالم الجزائر عالم الجزائر أي صفحة؟ أول مرة رح نغنيها عالم الجزائر ماذا؟ لأنه هاد الشباب الصغير تعالوا طلعوه تعالوا الله يبارك تعالوا أعطونا زغاريت عليه لازم نزغرتوا عليه ما اسمك والدي؟ عبد الغافور عبد الغافور؟ ما حال في أمرك عبد الغافور؟ ما حال؟ ما نشعرف ما نشعرف ما نشعرف قلت لكم هادروا مع أولادكم قلهم أم ما حال في أمرهم الله يبارك كم قالوا لك؟ ما حال؟ أربع عام أربع أيام؟ سنوات أربع سنوات هما حال؟ أربع سنوات شفتوا الشاطر ما حال يتعلم بالخف؟ شاطر وش بتل عمو يزيد؟ عبد الغافور وش هو هادا؟ عالم عالم الله يبارك رع لبسوا العمو يزيد لبسوا لي لبسوا لي لبسوا لي بصري الله يبارك الله يبارك ابقى معنا ابقى معنا دلوا له مكان جميل ربي طول عمرك ربي خليك العلم هذا مستحيل ما يجيني الشباب مستحيل الماتوا عليه مليون ونص شهيد والناس قاع كفحت على جالو وعموا يزيد لكم هاد الأغنية أي صفحة تسعة وعشرون عالم الجزائر يا رفيع الشأن أشرف ورفرف زاهية الألوان في حلة من لعلو وزبرجد مواشية في هلالك المرجان فوق الإدارة الشوامخ للعلى وعلى قلاع جندنا الشجعان تشع الكواكب لمعا متلألئا وعلى السخور تأتيه العقبان يا ذوء بصيرتي ونور بصيرتي يا عز نفسي وهو وجداني لأسخرن لك الجوارح كلها ولخدمنك خدمة العبدان عالم الجزائر تغنوا كامل معايا عالم الجزائر وعطونا صغارية على الجزائر ينصر الله يخليكم شكرا شكرا عالم الجزائر يا رقي عشان أشرف ورفرف زاهي الألوان عالم الجزائر يا رقي عشان أشرف ورفرف زاهي الألوان في حلة من لؤلؤ وزبرجة واشية في هلالك المرجان فوق الفدارة الشوابخ للعوان وعلى قلاع جندنا الشجعان تشعر الكواكب لا يعدنا أتقا وعلى السفور تأتيه العقبان يا ذوء بصيرتي ونور بصيرتي يا عز نفسي وهوى وجداني لو صخرنك الجوال حودان ولاخدم أنك ختمة العبداني عالم الجزائر عالم الجزائر عالم الجزائر عالم الجزائر عالم الجزائر يا رقي عشان أشرف ورفرف زاهي الألوان في حلة من لؤلؤ وزبرجة واشية في حلة من لؤلؤ وزبرجة واشية في هلالك المرجان فوق الإدارة الشوامخ للأولى وعلى قلاع جندنا الشجعان تشعر الكواكب لا يعدنا أتقا وعلى السفور تأتيه العقبان يا ذوء بصيرتي ونور بصيرتي يا عز نفسي وهوى وجداني لو صخرنك الجوال حودان ولا خدم أنك ختمة العبداني عالم الجزائر عالم الجزائر عالم الجزائر عالم الجزائر أحبائي عالم الجزائر أعز ما نملك واش رايكم دركا شكول يقدر يقول لي تحبو العسئلة شكول يقدر يقول لي اليوم 27 نوفمبر أي ذكرى كين ذكرى اليوم عم يازيد زايد في 18 نوفمبر ليس 27 ولكن ليس بعيد شكرا 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 كين واحد بعت لي رسالة قل لي بلي راح يجيب ولده ولا بنته في عيد ميلاد ويجيب لها القاتو بعت لي رسالة على الفيسبوك روهنا كين واحد بعت لي رسالة على الفيسبوك وقتلوا بلي يقدر يجيب ولده ولا بنته اليوم عيد ميلاده معلش إلا جاء مرحبا به إلا جاء مرحبا به ما هي الذكرى لتوافق 27 نوفمبر ذكرى مهمة جدا نسهل عليكم هذه الذكرى في سنة 1934 وش هي؟ راكل داخل ولا برا؟ راكل داخل واسمك واسمك خير الندى خير الندى خير الندى الله يبارك اسم جميل جدا وش حال في عمرك ست سنوات ست سنوات الله يبارك ذكرى ماذا؟ عميل عبد القادر ولكن ماذا؟ وشين وشين؟ مبيعات العميل عبد القادر واو شاطرة تعالي 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 بنتي تعالي جيبوها طلعوها 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 أروحي بنتي شوفوا الوليدة تحا هي اللي كانت تقولها نعزناها الوليدة تحا نشوفها إذا كان حفظتها تقول لله واسمك بنتي؟ خير الندى اليوم وش هي الذكرى؟ أمير عبد القادر وش هي الأمير عبد القادر؟ أمير معليش معليش باش نتحكو شو يابرك على كل حل جوب جبتو معليش ما ماك قاتلك ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر عوديها ذكرى؟ مبايعة الأمير عبد القادر برافو 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 أحبائي الأمير عبد القادر بويعة في 27 نوفمبر سنة 1834 يلا بنتي أعطوني الهدية تحا أعطوني الشطرة هدية أعطوني الهدية تحا يلا يلا خير الندى اسم جميل جدا بنتي رامي راعي برنامج مع ميازيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذا الهدية إن شاء الله تسفدي بها نعم شكرا سما ما تقول لك ماما كتقولي ما تقول لك ماما كتقولي لا لا ما تأخذي لها راي ناخذها منعاتي نعم خير الندى الله يبارك إذن يوم 27 نوفمبر اليوم هو ذكرى مبايعة الأمير عبدالقادر تعرفوا عباكم بلما هيش البيعة الأولى ثانية هي البيعة الثانية للأمير عبدالقادر رحمه الله واش رايكم يا أحبائي أنا كينة أغنية أنا نعتز بها بزاف لأنه عمه يزيد يحب العلم ويحب المثابرة كين أغنية قلمي يلا أصدقائي قالوا لقلمي قلمي قلمي صغير الحجم ولكن أي صفحة أربعة يلا تقوموا كامل معي قلمي قلمي صغير الحجم يلا قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضل كسمت كل الأمم نحو القممي فالعلم رهين بك قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضل كسمت كل الأمم نحو القممي فالعلم رهين بك قلمي به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري أحمله أينما أذهب يسحبني في مشواري قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضل كسمت كل الأمم نحو القممي نحو القممي فالعلم رهين بك قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضل كسمت كل الأممي نحو القممي فالعلم رهين بك قلمي كل علم دونه وروا تاريخ الأزمان فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان كل علم دونه وروا تاريخ الأزمان فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضل كسمت كل الأمم نحو القممي فالعلم رهين بك قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضل كسمت كل الأمم نحو القممي فالعلم رهين بك قلمي قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله قلمي 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 صغير الحجم شكرا 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 يدر اغنية نقول فيها اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايدو كيقول الشاطر يرفع ايدو واش ديرو؟ كامل 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 بالاولياء قاعت رفدو يديكم الشاطر دائما يرفع ايدو لطلب الاذن يرفع ايدو عشرين على عشرين والناجح هذا عيدو طلعونا اعضاء الكشفة الاسلامية هادو اللام لابسين نجيبوهم يلا طلعوهم اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايدو عشرين على عشرين والناجح هذا عيدو يلا تغلو كامل معايا اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايدو عشرين على عشرين والناجح هذا عيدو ننفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايدو عشرين على عشرين والناجح هذا عيدو والناجح هذا عيدو موسيقى 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 اول سؤال والعزل من يريدو موسيقى 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 والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجح هذا عيده في هات اليوم يبانج العلم ومن يجيده يكرم ولا يوهانج الطالب في تمجيده عشرين على عشرين والنجح هذا عيده والنجح هذا عيده وننفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجح هذا عيده ننفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده ننفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده ننفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده موسيقى شكراً ألف شك زيده وأكتر زيده الحمد لله أكثر والخير في تحميله شكراً ألف شك زيدو فأكتر زيده الحمد لله أكثر والخير في تحميله عشرين على عشرين والنجح هذا عيده ننفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجح هذا عيده ننفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجح هذا عيده والنجح هذا عيده ننفي الصف اثنين والشاطر يرفع عيده عشرين على عشرين والنجح هذا عيده ننفي الصف في اثنين والشاطر يرفع عيده عشرين على عشرين والنجح هذا عيده والنجح هذا عيده والنجح هذا عيده إذن والنجح هذا عيده أحبائي ماذا تريدون بكم هنا؟ أكرم أي فوج أنتما؟ فوج النور عريب عين الدفلة الله يبارك تقدر تقولنا مؤسس الكشافة الإسلامية الجزائرية؟ الكشافة الإسلامية الجزائرية أخونيين أعلموا تقول محمد بوراس محمد بوراس محمد بوراس برافو أقعد في بلاستيك شكول شاتر ثاني معلش سؤال اليوم الوطني للكشافة الإسلامية هو يوم وفاة الشهيد محمد بوراس أي سنة وأي يوم أعطينا الميكرو للشاطرة هذه يلا اسمك؟ ريتاج حل في عمرك ريتاج؟ تسع سنين ست سنوات الله يبارك تسعة سنوات تسعة الله يبارك بنتي الشاطرة هكذا وقتاش اليوم الوطني للكشافة الإسلامية؟ سبعة وعشرون ميل تعالي بنتي طلعونا الشاطرة هذه طلعونا الشاطرة هذه يلا بنتي وقتاش اليوم سبعة وعشرون ماي سبعة وعشرون ماي بنتي أحبائي نحن كينا حاجة والله عمو يزيد متمسك بها جدا 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 هي تاريخنا يا أحبائي تاريخنا مهمتنا ومسؤوليتنا احنا نعرفوا كامل وقتاش سين فالونتين نعرفوا وقتاش ريفيون نعرفوا ما عليش عرفوهم هدو ولكن تاريخنا مهم جدا يا أحبائي اليوم الوطني للكشافة الإسلامية هو يوم سبعة وعشرين ماي ذكرى وفاة المرحوم محمد بوراس مؤسس الكشافة الإسلامية أعطيه الهدية تحا يلا أعطونا الهدية تحا شاطرة في الدراسة نعم شوية ولا بزاف بزاف الله يبارك إذا بنتي شبس مهبول راعي برنامج مع أم يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تسفدي بها إن شاء الله شاطرة شاطرة الله يبارك قعدوها مع ندي ولها بلاسة جميلة وش رايكم انغنوا أغنية الامتحان مايش في الكتاب لأنه إن فهمكم عم يزيد دار أربع ألبومات ثلاثة قبل هذا الألبوم هذا ألبوم جديد صدر هذه الأيام فقط راكم من الأواعي اللام يدوا في هذا الكتاب يا كتابي ولكن درنا ثلاثة ألبومات للأطفال تربوية مقبل إن شاء الله يسعفنا لحد نعود ونرجع لكم ونجيبوهم لكم فيهم عدة أغانية تربوية ماذا بي تغنوا معي أغنية الامتحان يقول فيها عم يزيد أبذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان لما تختبر وتسأل إما تكرم نعم مدام كتاب الحجة تعطي لها كتاب درك درك عطي لها تاعك بعطي لها بعطي لها عطيه الحجة عطيه له عطيه له والا فرحوا سورو الحجة الله يخليك الله يخليك أحبائي كامل تدوا الكتب ولكن احنا ما نشحبين ضغط عليكم ما عليش دوكم بعن فهمكم وينتصبوا الكتب هنا في هذا المركز إن شاء الله ولكن كتاب لكل عائلة باش يكفوكم أبذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان لما تختبر وتسأل إما تكرموا أو أو تهان ولكن احنا يا أحبائي ما نحبوش قعد طفل يوهان إذن لازم تقرأوا مليح لازم توجدوا روحتكم لازم تقرأوا لازم الواجبات في وقتهم إذن أبذل جهدك دون كلل يلا أبذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان أبذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان طعف جهدك هيا راجع كل الكتب الادفاتر واصل عزمك فيه ثابه كن متحمس ومثابر طعف جهدك هيا راجع كل الكتب الادفاتر واصل عزمك كن متحمس ومثابر أبذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان أبذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان للامتحان درس بجد وضع اللعب جانبا فله إن لم تستعد تجد نفسك راصبا للامتحان درس بجد وضع اللعب جانبا فله إن لم تستعد تجد نفسك راصبا أبذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان عندما تختبر وتسأل إما تكره أو تهان أبذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان عندما تختبر وتسأل إما تكره أو تهان أحصد أتعاب السنين حتى صدرك لا يذيق كن من بين الناجحين ولك سندعو بالتوفيق أحصد أتعاب السنين حتى صدرك لا يذيق كن من بين الناجحين ولك سندعو بالتوفيق أبذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان عندما تختبر وتسأل إما تقرأ أو تهان أبذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان عندما تختبر وتسأل إما تقرأ أو تهان عندما تختبر وتسأل شكراً 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 أحبائي للامتحان درس بجد وضع اللعبة جانباً فله إن لم تستعد تجد نفسك راسبا في الأغنية على الجد اللي رأيه في الكتاب أغنية الجد يا أحبائي أي صفحة؟ أين هو الجد؟ يا إبليش أمر للجد صفحة عشرين صفحة عشرين شوفوا عم يزيد وش يقول فيها وزع وقتك عند الصحوي ما بين الجد واللهوي فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم تغنوها معي يا إبني شمر للجد فالجد عنوان المجد أي صفحة؟ عشرون الجد يا إبني شمر للجد غلوا كامل معي صفحة عشرون يلا معي يا إبني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عدتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد يا إبني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذا قولي هذه عدتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد وزع وقتك عند الصحوي ما بين الجد واللهوي ما بين الجد واللهوي فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما ما فرط في درسه يوما وزع وقتك عند الصحوي ما بين الجد واللهوي ما بين الجد واللهوي فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما ما فرط في درسه يوما يا إبني شمر للجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عدتي فالدنيا ميدان الكب فالدنيا ميدان الكب لا ابني شمى الجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عدتي فالدنيا ميدان الكب فالدنيا ميدان الكب فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المشد هذا قولي هذه عدتي فالدنيا ميدان الكد برافو 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 شكرا 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 أحبائي الدنيا ميدان الكد الجد ثم الجد موسيقى لا تحزنوا حنا الودع يا أصدقاء كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حنا الودع يا أصدقاء كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد موسيقى 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 أشكر عمو يزيد لزيارته لولاية عين الدفلة نشكر عمو يزيد كي جاء العين التركي دون أغاني شابين بزيف وعجبناه يطيه الصحة يطيه الصحة على عمو يزيد اللي حضورينا لولاية عين الدفلة وأشكرا لأغانيه نشكر عمو يزيد على هذه الزيارة وفرح الأطفال نشكر عمو يزيد على هذه المبادرة وربي فرح إن شاء الله نشكر عمو يزيد على هذه الحفلة الجميلة وشكرا للجميع يطيك صح عمو يزيد بارك الله وفك اللي فرحتنا ذري مرسي بكون تمنى وتعودها إن شاء الله خطر أخرى عمو يزيد نشكرك بزيف بزيف وعودوا لعين التركي ما تساناش اشتركوا في القناة